اكدت سعادة الدكتورة جليلة بن تسيد جواد حسن وزيرة الصحة في تصريح خاص لمركز الأخبار أن مملكة البحرين حققت في ظل العهد الزاهر لحضرته صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إنجازات تنموية رائدة ومتميزة في منظومة القطاع الصحي وذلك من منطلق الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتخاذ خطوات فعلية في سبيل تحسين وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للجميع أرفع اسم آيات التهاني والتبركات للمقام السامي لسيدي حضرت صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة مرور 25 عام لتولي جلالته مقاليد الحكم في مملكة البحرين وهن شعب البحرين كافة بهذه المناسبة الجليلة والمحببة لقلوبنا جميعا حيث شهدت مملكة البحرين الكثير من الإنجازات المتعاظمة واللا متناهية في كافة القطاعات والتي شهدت قفزة نوعية ويشار لها بالبنان في المحافلة الدولية كما شهد القطاع الصحي إنجازات متتالية وذلك بالدعم اللامحدود والتوجيهات التي أولاها سيدي حضرت صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لهذا القطاع المهم لما له من دور وأهمية حيث يعد الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان أولوية وقد كانت المنامع أول عاصمة في إقليم الشرق المتوسط كعاصمة صحية كما تم التوسع في البنى الإنشائية حيث شهدت مراكز الرعاية الصحية الأولية توسعا في العدد وفي جودة الأداء لتأمين التغطية الصحية الشاملة كما شهدت المستشفيات الحكومية الارتقاء بالخدمات وتطويرها وإنشاء مستشفيات متخصصة كمستشفى محمد بن خليفة للقلب وهو أحد المستشفيات والصروح المميزة في مملكة البحرين بالإضافة للتوسع الذي شهده مجمع السلمانية الطبي وإنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي كما تم إدخال العديد من التداخلات الطبية كزراعة القوقعة وغيرها من التداخلات الصحية التي كان لها دور وتأثير مباشر على صحة الإنسان كما ارتقت الخدمات الطبية الوقائية حيث ارتفعت معدلات التغطية بالتطعيم لتكون أكثر من 95% في التطعيمات الروتينية للأطفال مما أسهم في القضاء على العديد من الأمراض المعدية والحفاظ على صحة الأرواح وكانت مملكة البحرين من الدول الرائدة في إقليم شرق المتوسط في التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية وما كان ذلك ليتسنى لو لما توليه مملكة البحرين من اهتمام وما يوليه حضرة صاحبة جلالة من توجيه بالحفاظ على صحة الناس وتقديم كل ما يمكن والتحول الرقمي والتكنولوجيا وتسخير كافة الإمكانات والموارد البشرية وغيرها من الموارد التي تصف في المصلحة العامة خدمة للوطن والمواطن وبمتابعة حثيثة من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خطت المملكة ولا زالت تخطوة مستمرة في التنمية الشاملة للوصول للأهداف ولنتمتع جميعا على هذه الأرض الطيبة بالرفاهة وجودة الحياة حيث ارتفعت معدلات الحياة إلى 78 سنة مقارنة بما سبقه من سنوات كما قلت الوفيات للأطفال وما كان ذلك لولا تضافر الجهود في مملكة البحرين والتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة